نحن نؤمن طبعاً بإله واحد في ثلاثة أقانيم كلمة أقنوم مش مفهومة لكتير من المشاهدين طبعاً اللي بيشوفون على هذا البرنامج خلينا نشرح هو هدي سؤال كتير مهم مرات كتير الناس بقولوا أؤمن بإله واحد بثلاثة أقانيم آمين بس مش كتير الناس عارفين شو معناتها شو معنات أقنوم في اللغة العربية في هناك كلمة أقنوم بس مستخدمة بمعنى آخر كلياً الكلمة أقنوم المستخدمة هنا هي قنومة جاء من السرياني اللي هي اللغة المسيحية اللي اجت بعد اللغة العرامية من السرياني قنومة شو معنات قنومة؟ حقيقة قنومة معناته شخص شخص هلأ باللغة الإنجليزية بتقول عن الثالوث We believe in three persons in one essence We believe in God in three persons لو حكينا باللغة العربية نحن نؤمن بثلاث أشخاص قد يسأل فهم مباشرة نؤمن بثلاث أناس يعني إنه في إنسان وإنسان وإنسان وجوهر واحد لذلك صار ابتعاد عن كلمة شخص لكن شو تم اختيار؟ تم اختيار كلمة غير عربية لأنه معناها مش معروف مع أنه معناها شخص نفس الشي قام بإقنومه قدم بإقنومه نفسه لأجلنا مثلا فكلمة إقنوم معناته شخص فإذن شو الفائدة من كلمة إقنوم؟ الفائدة فقط لأنها كلمة غير معروفة أنها تستبعد معنا شخص كإنسان لكن الفكرة منها أنه كل من الآب والإبن والروح القدس هما شخصيات وليسوا أشياء هما شخص الآب يحب الإبن والإبن يحب الإبن في محبة حق بين شخصيات لكن يجمعهم جوهر واحد إحنا البشر بناتنا هنا في الستوديو نحن شخصيات لكن لا يجمعنا جوهر واحد كل واحد فينا جوهر مختلف طبيعة مختلفة لكن هنا في الطبيعة الإلهية يعلن يكشف عن نفسه نقائم سرمدين كآب وإبن في جوهر واحد لكن هما شخصيات متميز متميز بتميز الواحد عن الثاني يعني نجمعهم جوهر واحد أو طبيعة واحدة هذا بقودنا الروح القدس لازم نحكي فيه بعد وشواء نحكي بس إنه يعني اللي مات على الصليب هو الإبن صح فهذا يعني التميز يعني عساس ما مرات فيه بكون المزج أو الخلط وهذا اللي كانت الكنيسة الأولى اتحارب يعني هذي البدر مصبوط الفكرة هون منها اللي نحكي عن تفضلت فيه أساس نزار هي المظهرية أو المودالية اللي فيه كأنه الآب هو نفسه الإبن كأنه هو نفسه الشخصي بيشلح البدلة وبلبس بدلة أخرى مظاهر مظهر يعني لا ما فيه مظاهر ما فيه تمثيل هنا ما فيهش خداع فيه شخصية الآب اللي يمثل الثالوث ويمثل الله بأكمل يطلب العدالة ضد خطية الإنسان فيه شخصية الإبن اللي بنفذ العدالة في شخصه نحو الآب فنفس الله فيه طبيعته يطلب العدالة ويطبق العدالة عن نفس الإنسان ما بدر يتحمل العدالة ليه ما نقدرش نتحملها بتقضي علينا لكن هو تحملها ترجمة نانسي قنقر